وإلى مستجدات سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث أظهر استطلاع رأي جديد أن المرشحين في الانتخابات دونالد ترامب وكمال هاريس متعدلان بصورة أساسية قبل أكثر قليلا من 48 ساعة من أول مواجهة بينهما على مسرح منظرة في فلاديلفيا وأثار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سينا بعض العلامات التحذيرية لهاريس منها نواحدا وسبعين في المئة من المشاركين قالوا إنهم يعرفون ما يحتاجون إلى معرفته عنها مقارنة بتسعين في المئة لترامب وأظهر استطلاع الناخبين المحتملين حصول ترامب على نسبة تأييد بلغت 48% مقارنة بهاريس التي حصلت على 47%